ضعبة يعيشها المواطنين أيضا نتيجة استهداف يعني عدوان أيضا لمرافق الأنر ولا مكان آمن في قطاع غزة ولكن هناك محاولات مستمرة لتقديم أقصى الدعم الآن معنا لمزيدنا التفاصيل حول هذا الموضوع الناطق باسم الأنر والأستاذ سامي مشعشع صباح الخير صباح النور شكرا للإستضافة هل لك أن تضعنا في صورة الأعداد بداية يعني والأوضاع أيضا في قطاع غزة كما توثقونها في الوكالة نعم لو سمحت لي في البداية أن أشير إلى خبر يعني محزن بالنسبة لدينا كعملين لدى وكالك الغوث الدولية وراء كل رقم يسقط في قطاع غزة وهناك إنسان وقصة وراء هذا الرقم وللأسف الشديد سقط لدينا خلال الساعات الماضية موظفين تابعين للأنروا ينضموا إلى قافلة الذين دفعوا ثمن حيواتهم أمام هذا الوضع الصعب القائم في قطاع غزة فبالتالي نطلب لهم الرحمة ولأسرهم دائما حسن العزاء وهم ينضموا إلى قافلة كبيرة من أشخاص الذين دفعوا ثمن ثمنا غاليا وبالتالي هم ليسوا أرقام ولكن وراءهم حيوات وأحلام وأطفال الوكالة تحاول أن تقدم أقصى ما تستطيع وأنا أكاشف مشاهدي الفلسطينية أننا وصلنا إلى درجة الكسر هناك استيعاب كامل لكل قدرات الوكالة حتى أساتدت الوكالة الذين لا يعملون في عطل الصافية هم مجندين لمساعدة الأنروا في تقديم الخدمات حتى اللحظة استطعنا أن نستوعب في 77 مركزة حولت كمراكز إيواء لما يقارب 120 ألف نازح فلسطيني نازح قصرا عن منازلهم وليس فقط من المناطق الحدية ولكن من كل أطراف قطاع غزة وهذه دلالة على أن هذا القصف كان عشوائي وليس مدروس بين قوسين وحتى لو كان مدروسا فهو أيضا يعني معاب ومستهجا حسب كل الأشرع هذا الجانب هذا الرقم على فكرة لا يعكس الأعداد الحقيقية للنازحين في قطاع الزهاد ولأن فقط الأشخاص الذين أتوا إلى الوكالة وتوقعتنا أن هذا الرقم للأسف الشديد سيرتفع ولكننا وصلنا القدرة الاستيعابية القصوى هناك فقط 90 مركز محدد من قبل الوكالة لاستيعاب النازحين قصرا هذا يعني أننا قبل أن نفتح مدرسة يجب أن نحضرها لأن تكون مركزا للإيواء ويجب أن نعطي إحداثياتها للطرف الإسرائيلي لكي لا تخصف وبالرغم من كل ذلك وحسب تجربة 2008-2009 الاشتياح الأخير كان هناك استهداف لهذه المواقع وإلا ما معنى أن يقصفوا مدرسة المغازي الإعدادية قبل يومين يجرحوا طفل وكان هناك 300 مشرد داخلي في هذه المدرسة واللطف فقط منع من وقوع كارثة هناك ما معنى أن 77 موقع للوكالة قد تضررت أضرارا مختلفة بعضها دمرت بالكامل وبعضها تضررت كبيرا بسبب القصف الدائر في قطاع غزة وبالتالي حتى هذه الأماكن المحددة ضمن اتفاقيات الأمم المتحدة كمراكز أمم المتحدة عليها عالم أمم المتحدة ولدى الجانب إسرائيلي إحداثياتها لا يتم احترامها هذا الرقم النازحين في مدرسة الوكالة هو غير من فايدة الأرقام عندما نتحدث نبدأ نتلو الأرقام والتي قد ملها المشاهد نوعا ما ولكن هي مهمة هي لا تعكس بتات النقطة مهمة دائما أقررها لا الوكالة ولكن قبل الوكالة أهل غزة لا أهل غزة لا المليون ومئتين ألف لاجئ فلسطيني ولا كل سكان غزة المليون وثمانمائة ألف أو المليون وثمانمائة ألف على استعداد ولا الوكالة على استعداد أن يرجعوا إلى الواقع الذي كان قائما قبل الهجمة الأخيرة مستحيل مستحيل أن نقول أن الوضع الصابق كان مقبولا أو دعونا نرجع إلى الواقع كما كان ثوان من ناحية السياسية أو من ناحية الإنسانية مش معقول أن نرمي رقما يقول أن 90% من المياه الجوفية غير صالحة للشرب أصلا هي هلأ بعد القصف الأخير لم تعد صالحة للشرب بتاتا وإحدى أكبر ما شكلنا الآن في مراكز النزوح توفير مياه الشرب وليس فقط المياه الشرب من المصادر الجوفية ولكن حتى مياه الشرب في الزجاجات والقناني وقس على ذلك أنا أدرك تماما أن هناك مستوى التوقعات من النازحين قصرا في داخل الوكالة ما توقعاتهم من الوكالة وما نقدمه هناك فجوة كبيرة ونحن أنا رسميا أعتذر عن كل تقصير يصدر من قبل الوكالة في هذا الموضوع لأن بالفعل القدنة الاستعابية مجدودة أيما شد عندما نقول هل تستطيع هل الأونر وضوء الأخضر على المعابر بإدخال هذه المساعدات أين التحدي بالنسبة لكم؟ لأننا استنفذنا كل الاحتياط الغذائي والاحتياط للمواد غير الغذائية من بطنيات وفرشات ودوات صحية وحفاظات وإلى آخره استنفذناها بالكامل ومن ثم دخلنا إلى مستودعات تنظمة الغذاء العالمية مشكورة التي ساعدتنا في توفير على الأقل الوجبة الرمضانية 120 ألف إنسان غزي نزح قصرا إلى مدارس الوكالة وأيضا بدأنا من الشراء من السوق المحلي كيفما استطعنا بالإضافة إلى إدخال مثلا استطعنا بالأمس تسير 14 شاحنة وهذا سبب الجانب الإيجابي أننا بدأنا منذ قبل أمس في ردب الهوى ما بين التوقعات والاحتياجات وما بين ما نقدمه دخلت 13 شاحنة واستطعنا أن نوصل مواد أساسية للعديد منها الخبر المهم وهذه الأول مرة تحدث في تاريخ الوكالة أننا استطعنا أن نعمل جسر جوي بالتنصيق مع هي مؤسسة كبيرة في دبي تسمى المدينة الإنسانية لديها مستودعات هائلة لكل الحكومات ولكل منظمات الأمم المتحدة استطعنا بالأمس أن نسير قبل أمس آسف طيارة بوينغ 747 محملة بعدد هائل من البطنيات والفرجات لأن هناك نقص شديد بهذا الجانب على فكرة هبطت في مطار ماركا في الأردن والحكومة الأردنية والسلطات الأردنية بشكورة سهلت كل شيء لدينا الآن هي في جسر ألمبي وتوقعتنا أنها ستوصل إلى قرم أبو سالم اليوم وستدخل قطاع غزة وسيلحقها أو لحقها بالأمس مساء وصباح اليوم طيارتين عسكريتين كبيرتين محملة بمواد غذائية وبالتالي خلال الثمانية أربعين ساعة القادمة سنستطيع بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بدون تأخير إن شاء الله إدخال كل هذه المواد إلى قطاع غزة ومباشرة إلى مراكزنا أستاذ سامي بقدر أهمية هذا الجانب هو مهم جدا في عطش أيضا لهذا الجانب بالتأكيد حاجة ماسة ولكن كيف ترد الأنروا عندما تقصف على سبيل مثال إسرائيل بالأمس مدرسة الأنروا كيف يكون هناك أيضا موقف من الأنروا ضد هذا العدوان هذا موقف كان واضح ردة الفعل للأنروا وبصراحة استفدنا بين قوصين من وجود السكرتير العام الذي كان فيه زيارة للمنطقة وزيارة ميدانية لرمالله ولقاءه مع كافة الجهات المعنية وهذه القضية رفعت بالتحديد أمام الأطراف الأخرى كما يتوقع مننا من الأطراف الأخرى أن نؤكد على حيادية مراكز الأنروا وأنها مراكز تابعة للأمم المتحدة ونعمل مع إخوتنا اللاجئين على ضرورة الإبقاء على هذه المراكز كمراكز لها حيابيتها وحرمتها كذلك على الطرف الآخر أن يحترم أنه ليس لك أن تقصف متى شئت وتخلق الذريعة وراء الذريعة لماذا ضربت هذه المدرسة وتلك المنشأة وهذه العيادة كل العيادات عليها أعلام أمم المتحدة كل المدارس عليها أعلام أمم المتحدة وكل الإحداثيات معروفة لديك فبالتالي لا تقول أن هذا حتى تحدث بطريق الخطأ أو غير الخطأ مرة أخرى قدرتنا جانب الآخر من الوكالة إذن فهم سؤالك أيضا هناك ولاية أخرى مخصصة للوكالة وهي قضية توفير الحماية وبهذا الموضوع فشلنا فشلا دريعا لأن الظروف الموضوعية المفروضة علينا لم تمكننا من توفير الحماية للاجئين الفلسطينيين مثلا في منازلهم أو خلال تحركهم من منازلهم هربا من القسف لجوءا إلى مركز الوكالة الإواية ولكنها مهمة حاولنا أن نقوم بها وفشلنا في بعض المناحي ولكن عندما نوثق هذه الانتهاكات عندما ترفع الانتهاكات الجهة هذه جدا مهمة مع أن الإنسان الفلسطيني وأنا أولهم أقول ألم نسأم من التقارير ألم نسأم من رفعها إلى الجهات المعنية ولا جديد إلى آخر ولكنها تبقى مهمة عملية التوثيق وهذا هو الدور المنطفين وأنا أعتقد أن نقوم به على أحسن وجه بالرغم من الصعوبات التي نواجهها طيب أستاذ سامي هناك استهداف حتى في المواقف وأيضا على أرض الواقع من إسرائيل للأونروا برأيك كيف نفسر هذا كيف أيضا يأخذ المسؤولين في الأونروا في درجات العليا هذا بعين الاعتبار أيضا هناك استهداف واضح سواء في مواقف وأيضا كما تم استهداف المدرسة قبل اللحظات من القدوم إلى استوديو كان هناك لقاء مع المفوض العام للأونروا والذي زار غزة وكان ضمن وفد السيكريتر العام هذه القضية رفعت مرة أخرى إلى كل الأطراف المعنية وتحديدا إلى الأمم المتحدة ولكننا لن نبقى على هذه النقطة بالتحدي الرئيسي لدينا الآن كيف نحصل على 115 مليون دولار حالا التجاوب كان هائل ودعيني هنا نعم أشكر الدول التي تبرعت 72 مليون دولار من أصل 115 خلال 48 ساعة فقط وهم مشكورين وهذا واجب قبل أن يكون منا هم يدركوا ذلك ولكننا أشكرهم ولكن دعيني أشير إلى الكم الهائل يعني فيضان من التبرعات الفردية من أهلنا في الوطن العربي بدون استثناء من السودان وموريتانيا إلى الجبوتي واليمن والخليج ومصر العزيزة هذه التبرعات الفردية وإن كانت بالدولار والدولارين ولكنها مهمة وليست فقط رمزيا ولكنها أيضا مهمة لأن الأرقام بدأت تتبلور لشيء حقيقي بالإضافة إلى القطاع الخاص الفلسطيني ليس كله كثير منه مقصر ولكن الذين يتقدموا وأنا أشير هنا بشكل واضح إلى بنك فلسطين ومؤسسات أخرى ولكن لن أسردها كلها لكي لا أنسى أحدها ولكن تميزت بعد هذه القطاع الخاص أنها تقدمت الوكالة التحدي لدينا كيف نرصد هذه الأموال ونوظفها جزء منها للمساعدات الإنسانية المباشرة جزء منها كما تفضل ضيفك هي التأثير النفسي الهائل الدماري الهائل نحن قبل أشهر فقط أنجزنا برنامجنا لإعادة تأهيل الأطفال الذي كانوا أطفالاً في العام 2800 أنجزنا عملية تأهيلهم وهما الآن شباب الآن سنعيد الكرة وأنا أعرف أن الإنسان الفلسطيني يسأم ألم تسأم الوكالة وألم نسأم الوكالة كل مرة يهدوا والوكالة تبني نعم وبانتظار حل سياسي هذه أيضاً مواجبتنا وبالتالي المبلغ الأساسي من 115 مليون دولار ستذهب إلى إعادة بناء المنازل وأكثر من 2200 منها دمرت الكهات هذه إحصائية الوكالة الأرقام أكبر وهناك ألوف المنازل التي تضررت ضرراً كبيراً ويجب أن تهد ويعاد بناءها هناك عداد لسها مهولة من المنازل التي تضرت وبحاسة إلى صيانة المبلغ الأساس من هذا المليون 115 ستذهب إلى هذا الجانب حالما يكون هناك وقف إطلاق النار يعني هناك عين على هذا الجانب وعين على هذا الجانب للأسف الشديد ستأخذ منها سنوات طويلة طب أيضاً يعني الآن يعني في ظل أيضاً يعني قبل عدة أيام أيضاً يعني قبل عدة على سبيل المثال أسابيع كنت أيضاً أنت ضيفنا وكان هناك مشاكل أيضاً يعني موجودة في الأونر والآن يعني الأونر تعلن عن خطة طوارئ فقط لقطاع غزة تهتم بهذا الجانب يعني بالرغم من وجود مشكلات أيضاً يعني في السابق وفي أماكن مختلفة يعني نحن عندما نتحدث عن المناشدة الحالية 115 مليون دولار لا ننسى أننا أطلقنا نداء استغاثة في العام 2014 لكي نتعامل مع الوقع المأساوي في غزة قبل الحساب وللأسف لم نحصل إلا على 40% من هذا الطلب يعني نحن مرة أخرى لا نريد الرجوع إلى تداعيات سبع سنوات من الإغلاق بكافة الشبكة التحتية مدمرة خدمات الوكالة يعني مجدودة إلى أقصى حد وما دام هناك حصار ستبقى الوكالة فقط عينها على الجوانب الخدمات الإنسانية وليس على الدخول في شراكة مع الإنسان الغزي لبناء مستقبل أفضل بش معقول أنه 90 مليون مكعب من النفايات الصلبة غير المعالجة تذهب إلى البحر وجزء كبير ينزل إلى المياه الجوفية بش معقول أن شبكة الكهرباء مدمرة بالكامل بش معقول أن الوكالة كل يوم دخل تركات الوقود ووصلها للمستشفيات ووصلها للعيادات ووصلها للمراكز يعني هذا الموضوع بش معقول نرجع بعد كل هذا الثمن بش معقول نرجع أنه آه والله يعني رجعنا إلى واقع الحصار هذا مرفوض من الغزيين ومن الفلسطينيين ومرفوض أيضا من الوكالة صراحة وليحسبني من يحسبني على ما أقول أستاذ سامي يعني أخيرا أيضا لكل المهتمين الآن يعني فيك كما ذكرت كم من الناس اللي بدها كمان تساعد يعني أنتم أعلنتم عن حملة حدثنا تفاصيل أكثر كيف كمان مهم كثير من الحملات الشعبية الشبابية كمان ندعوها أنه ضاف الجهود مع الاجهات المسؤولة اللي بتحتضن هذا الدعم بالتالي فرصة كمان للأشخاص يتواصلوا معكم تحكي لنا بس كيف ممكن يتم التعاون شكرا يعني نقطة مهمة عدد المكالمات من أفراد ومن جمعيات المؤسسات يثرج القلب وليس فقط من الضفة والقدس ولكن أيضا من الداخل وأيضا من الجزائر ومراق الأخطى نحن أنزلنا بيان صحفي حاولنا أن يعني نوضح فيه لإلهنا في الداخل وفي غزة وفي القدس آليات آليات التبرع ولكن أسهل قضية لأننا بالفعل نركز على الجانب النقدي الجانب النقدي يعطي الوكالة المرونة لأننا نعرف الأولويات والتالي عندما نأخذ شاحنات بطانيات وخلافه وتأخذنا وقت طويل لترتيب إدخالها لقطاع غزة وهناك حاجة ملحة والتالي الجانب النقدي هو المطلب الأساسي